موسيقى ما هي الفوائد الصحية والعلاجية للطماطم تنتمي الطماطم للفصيلة البازنجية تزرع في المناطق المعتدلة والمائلة للحرورة وقد أطلق عليها اسم بندورة من الإيطالية واسم توموتو من الإنجليزية يعود منشأ الطماطم بالأصل إلى أمريكا الجنوبية حيث تزد اعتقاد خاطئ في القدم عندهم بأن ثمار البندورة سامة والتغي هذا الاعتقاد ومن ثم انتشرت زراعتها لباقي دول العالم يوجد أنواع مختلفة من الطماطم منها الصغير ومنها الكبير ولها أشكال عدة تحتوي الطماطم على فيتامينات عدة وفيتامينات مضادات الأكسادة وفيتامين سي وبي وألف وتحتوي على الكثير من السكريات والمعادن والأحمض النباتية والحديد وكمية من البروتينات تدخل الطماطم في جميع أطباقنا وتعود أهميتها للون الأحمر الغني باللوكوبين يوجد أنواع من البندورة فمنها ما يستخدم لها الأسمدة والمبيدات ومنها البلدية التي تكون وافرة بكمية مياه عالية ويميل لونها للأحمر الداكن للطماطم فوائد عدة أهمها تحمي البشرة من التجاعيد لاحتوائها على مضادات الأكسادة وتحمي من الآشعة الفوق البنفسجية كما أنها تقل بشرة من الهرم والتجاعيد تحمي منها شاشة العظاء والتهابات المفاصل تعتبر من أهم مضادات الأكسادة القوية لاحتوائها على فيتامين سي ومادة اليوكوبين تقلل من خطر الإصابة من السرطانات وتقبح نمو الخلايا السرطانية بما فيها سرطان البرستات والكبد والقولون والمستقيم والثدي والمبيض تحمي شرائين القلب والعوية الدموية وتمنع تكون الصفيحيات الدهنية والكوريسترول السيء على الشرائين تنشط عمل الكليتين تزيل عسر الهضم لسرعتها في هضم اللحوم والنشويات وتعتبر مطاهر قوي للأمعاء تقوى الدم لاحتوائها على معدن الحديد وخاصة إذا شرب عصيرها تعمل على ضبط قلويات الجسم وتعادل الحموضة مفيدة في عمليات التخصيص والحميات الغذائية تمد الجسم بالطاقة والنشاط مفيدة لمرض السكر تحمي النظر لاحتوائها على فيتامين ألف يساعد عصيرها على إنقاص الوزن إن شرب بانتظام كما أن عصير البندورة مفيد للأمراض الصدرية واحتقون القصابات الهوائية أما أوراق البندورة فتستخدم في طرد الحشرات كما أن لها فواد جمالية عدة تستخدم كمسك يعمل على غلق المسامات الواسعة وتعمل على تلطيف الجلد وتبريده وإكسابه لون وردية مشرق وتعت البشرة تألق وتحمي من الحساسية وحروق الشمس وتعمل على تفتيح البشرة الداكنة وتكسبها نظارا ونورا كما أنها دخلت في وصفات الشعر فهي تمده بالحيوية وتكسبه قوة ولمعان طبيعية والله تعالى أعلى وعلم أتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل إشعارات القناة ترجمة نانسي قنقر